الواد ده بن حلال او هو طيب جدا او شخص عمين او شخص ممكن تثق فيه السلام عليكم الحلال بتاع النهار ده ان شاء الله بيتعلم فيها شوية صفات كويسين كده ممكن تستخدمهم عشان تتكلم عن اشخاص الطيبين وده الدرس رقم 19 الجزء التاني من كورس انجلش فور ديلي لايف وانت الوقت بتتفرج على الانجلش قناة الانجلش ميكس طبعا زي ما انتوا عرفين اللغة الانجليزية فيها صفات كتير جدا ممكن تستخدمها عشان توصف بها اشخاص وعشان تستخدم الصفة صح لازم انتعرف معناها صح عشان ماستخدمهاش بطريقة غلط فانهذا متعلم ازاي نستخدم شوية صفات معينة توصف بهم اشخاص اللي هم كويسين اول صفة عندنا النهاردة واللي هي trust worthy trust worthy trust worthy trust worthy انا عايزك تركز او في النط وما تملش عشان انه النهاردة يعني ايه هديك a lot of adjectives فما تملش اول وحزة معنا trust worthy trust worthy معناها ايه شخص ممكن يعتمد عليه او شخص امين على سبيل المسال if i say my uncle is a very trust worthy person معناه يا عمي شخص يعتمد عليه وممكن i say my best friend is a trust worthy person فممكن استخدم الصعودية شان توصف ايه شخص امين او يعتمد عليه الصفة التانية اللي عندنا هنا ان شاء الله واللي هي reliable 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 ركز في النط not reliable 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 طيب ديه بمعناه ايه معناه شخص يعتمد عليه ممكن يعتمد عليه في اي حاجة يعني عاية سبيل المسال اه واحد مثلا تصوف خدمة معينة وانت متأكد ان هو هيعملها لك فهو شخص يعتمد عليه واللي هو reliable reliable فعسبة المسال ممكن تقول ايه wow جيمي ايه very reliable معناه يا جيمي شخص يعتمد عليه وممكن اقول ايه our teacher at the school is very reliable معناه المدرس بتانا في المدرسة شخص يعتمد عليه الصفة رقم ثلاثة واللي هي decisive decisive not decisive 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 من الصفات كويسة جدا اللي مفروض تكون عند اي شخص واللي هو شخص عنده قدرة على صناعة القرار شخص بيقدر يكرره حاجات بسرعة ما بيعدش فكر كتير ولا اصلا هسأل عمي لا هسأل ماما لا اجده لا اخياله هو شخص بيكرر عنده مشاكل في قدام اخترارات لازم ان يكرر مش محتاج انه فكر كتير يسميه decisive person على سبيل المسال well our leader should be a decisive one معنى اي القرار بتوعنا لازم ان يكونوا very decisive لازم يكونوا عندهم المقدرة على صناعة القرار decisive decisive الصفة اللي بعد كده اللي هي مهمة جدا اللي هي ديجنT 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 معانى ايه؟ شخص يعني ايه.... شخص بنوة ايه؟ بيعمل بقدية او شخص دايما تليق يعمل بقده ويعمل ما نشتغال وداما تشغال مش ما سوع يعنى دايما تليقي شغالها وعنده حماس وشغل معانى ايه 커�ュ어 بيشتغل ودايما مش قاعد دائما بيدور بفكر هو molto ديليجنت. عنا سبب ممكن نقولي. ما يعني الصينيين هما ناس يعني بيشتغلوا بجدية وعندهم شغلوا كده. They are very diligent people. ديليجنت. ديليجنت. ممكن نقولي. Lots of Arabs are not so diligent. ما يعني ناس كثير في العرب مهمش ديليجنت. 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 الصفة البعد كده. هو اللي بحب بها جدا. هو اللي يسمى popular. 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 هو معنى ايه؟ شخص محبوب من حوله. كله بيحبه. يعني كل واحد فينا بيتمني النس تحبه. فلأني ناس تحبك. ديس م ايه؟ He is very popular. فايسي. أو عصام is very popular. عماد is very popular. أو ندا is very popular. معنى ايه؟ أشخاص ديليجنت. ناس تحبهم. محبين جدا بين الناس. يعني كل ما يشوفهم يتحقوا ويحبهم كويس ويحبهم popular person very popular الصفة بعد ذلك هي down to earth down to earth طبعا تقول لي down to earth down تحت earth يعني odd to ازاي ديت الصفة ازاي down to earth معنى شخص متواضع عنده تواضع يعني بسيط يعني متواضع كده ما بيحبش يعني ايه يتكبر وكده يعني عنده نوعية عالية من التواضع he is very down to earth if i say our holy prophet محمد صلى الله عليه وسلم was down to earth سيدنا محمد كان مثال او كان متواضع جدا 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 down to earth down to earth down to earth اخر واحدة من الارضة عشان ما اتمنوش بسرعة اللي هي ايه straight forward straight forward straight forward straight forward معنى ايه معنى شخص مباشر ما بيليفش ودور ما بيعملق شخص وحكايات 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 وكام وفقد وكل ايه he is very straight forward يعني ايه اما تقول له مثل ايه يعني تعالى سايدني فهلا يقول لك ايه يقول ه mü تاب منستيح وامل it's very straight u it's very straight forward he is very straight forward straightforward ưỨج if i see most of my friends are so straightforward that's why i like them معظم اصدقائي كلهم عشان كنا بيحبهم وده يتأتبر ان هذه الدرس بتاعنا رضة قبل منه الدرس هتديك شوية هومورك عشان ارزل عليك شوية والهومورك ده بقى تات جملة هترجمهم لي وتبعتهم من تحت في الكومنت او تبعتهم لي على الواتساب وانا رايدك ارد عليك وصحهمك لو هم غيرت او هم صح اول جملة عندك هتقولي ابن عمي شخص امين جدا ابن عمي شخص امين جدا جملة التانية انا دايما بصاحب الناس اللي هي محبوبة من الناس انا دايما بصاحب الناس اللي هي محبوبة جدا الجملة راكم تلاتة انا بعتبر نفسي عندي او قدرة على صناعة القرار انا بعتبر نفسي عندي او قدرة على صناعة القرار وتعالي الت fulfillment بقى. على الهومورك وزي ما ألتعك إبعاثهم في الكومنت تحت ودريها تعتبر نهاية الحياة بتاع النهاردة. لو عاربك الفيديو اعمل لايك ولو عندك أي سؤال او عندك أي تعليق سيبوا تحت في الكومنت ان شاء الله ومنساش تعمل الهومورك وزي ما قولنا بلكده ما تنساش تزورنا على قناة الانجلش ميكس على اليوتيوب عشان تشوف كل الدروس الجديدة والدروس العبدات ان شاء الله. Thank you so much for watching and see you next time. اشتركوا في القناة